أهلاً ومرحباً بكم طلاب أحباء طلاب الصف الحالي عشر هذا هو الأسبوع الرابع في هذا الفيديو سنصلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بمناقشتها خلال هذا الأسبوع الأسبوع الرابع لازلنا في قصيدة الحنين إلى ديار أهل وبالطبع لابد أن نستذكر شرح هذه الأبيات ومن ثم سننتقل إلى أسئلة الفهم والتحليل يتحدث الشعر في هذه القصيدة عن ذكرياته وحنينه إلى ديار أهله ويعبر فيها عن اتصاقه بالأرض والمكان يستعيد الماضي ويعود فيها إلى أيام الطفولة والصبا ويذكر ملامحاً من تلك الأيام والذكريات ولسيما ذكرياته أيام والده مع تأكيده على التراث وقيم الآباء والأجداد ومبادئهم والعادات والتقاليد العربية الأصيلة منطلقاً من تجربة واقعية بشكل يشفع الحياة في النص دعونا نستذكر تحليل الأبيض المقطع الأول كلما دندن العود رجعني لمنازل أهلي ورجع سرباً من الذكريات تحوم مثل الحساسين حولي أبي في المضافة والقهوة البكر مع طلعة الفجر عابقة بالمحبة وهي على كل الطرف نار تغلي وصوت أبي الرح يملأ قلبي طمأنينة وهو يتضرع إلى الله حين يسل لاحظ ما يا عزيز الطالب هناك بعض المفردات كما تظهر أمامك دندن غنى بصوت خافت وهنا تستخدم للعود القهوة التي تصنع لأول مرة في الصباح الباكر يضرع يخشع هنا هذا المقطع الأول يحن الشعر إلى منازل أهله بالمكان المحبب والشخصية الأصيلة يسترجع الإحساس بقيمة الحياة السابقة ربط الحاضر بالماضي سورة الأب في المضافة يقدم قهوته الصافية التي تكون قد أعدت للزائرين بمحبة سورته وهو يضرع إلى الله تعالى في صلاته فيملأ قلب الإبن بالطمأنينة أبرز سورتين تتوهجان في ذهن الشعر كلما استمع لدندنة الأود للموسيقى الشرقية الصافية هذه الموسيقى تعيده إلى ذكرياته التي شبهها بسرب من الحساسين التي تحوم حوله ويستدعيها شعوره بالنشوة والراحة إذ يستمع إلى الموسيقى التي تعجبه وتؤثر فيه كما يستدعي هذا الشعور صوراً أخرى مفتقدة في المقطع الثاني هنا كما يظهر أمامكم العتيق القديم شقاوتنا مشاكستنا غبطة هي تمني ما عند الآخرين دون تمني الزوال النعمة عنه أي أننا نرى النعمة نقول اللهم أعطنا ولكن لا نتمنى زوالها ممن أمامنا هنا يبرز الأب في أبهى صوره عبر هذه الاستعادة المضافة تتهيأ لاستقبال الضيوب عند البوابة البيت يرحب الجار مسروراً باستقباله منشغلاً عن شقاوة أبنائه هذه إشارة إلى شقاوة الشعر تفلاً هنا يؤكد على جمال الصورة صورة القرية المهتقدة وإحساسه بخسارتها الفاتحة في هذا المقطع يتكيأ الشاعر على بعض الأفاظ التي تدل على انتمائه إلى التقاليد الريفية وهي الممر العتيق سياج رائحة الخبز أيضاً بوابة الدار هذا المقطع إشارة إلى عادة عربية أصيلة وهي حب الجار وإكرامه كما هنا يعقد مقارنة بين حال في حياة والده ووفاته كما يظهر الفرق عزيزي الطالب في المقطع الثالث وكما يظهر أمامك عزيزي الطالب المفردات التعليل السهر مشرعة مفتوحة الندى هي كناية عن الكرم والجود الخليل الصاحب هنا عزيزي الطالب يشرح الشعر فيعود إلى موسيقى العود المؤثرة التي تنقله إلى القرية المعتقدة تعاليل المضافة المليئة بالدهجة والدهشة قصص خيالية سهر شعر شعبي والتي أثارت الشوق والحنين في تلك اللحظة التي يفتقدها الشاعر الآن ويحن إليها وأيضاً يبرز الأب مهيباً في عائلة متوحدة قوية ويصف أعمامه بسرب من الصقور دلالة على شجاعتهم وإقدامهم ويظهر قوة التأثير في هذه الصورة في نفس الشاعر أنه يعدها ساطعة مضيئة مقارنة بالحاضر المعتم كأنما يهرب إلى جمالية الألفية أو من الحاضر وخلوه الآن هو في الحاضر يخلو من هذه الألفة والمحبة والصفة أيضاً يبدو أن الشاعر تأثر في تعبيره عن افتقاد القرية التي يبرز فيها الأب ساطعاً قوياً من تعبيره عن الإحساس بفقد الأب مجرد منها هنا يسخر جماليات القصيدة التقليدية القديمة عبر أبهى ما فيها المقدمة الطانيلية يعل التعبير عن إحساسه بفقد المكان الأليف الحنين إلى الماضي الجميل الخاني من تعقدات الحاضر وسواته ذلك الماضي الذي يمثل قوة العائلة وهيبتها مقابل حاضر الخسارات والانهيارات والخيبات والآن وبعد أن استذكرنا تحليل الأبيات سننتقل إلى أسئلة الفهم والتحليل اقرأ المقطع الأول من القصيدة ثم أجب عما يلي يسترجع الشاعر الذكريات الماضية بين ذلك إذن هذا السؤال يطلب منك أن تبين كيف استرجع الشاعر الذكريات الماضية وأيضا ما الذي يعيده إلى تلك الذكريات ما الذي حفز هذه الذكريات في تفكيره بما وصف الشاعر تلك الذكريات ما دلالت هذا الوصف في ضوء قراءتك المقطع الثاني أجب عما يأتي متى يشعر الشاعر بالفرح؟ هناك شيء رصد فيه أفرحه ما هو بين دلالة اتكاء الشاعر على الألفاظ التي تدل على المحيط الذي يعيش فيه هناك بعض الألفاظ التي تدل على أنهم يعيشوا في بيئة بسيطة ما هي أشار الشاعر إلى عادة عربية أصيلة ما هي وازن بين حالة الشاعر في أيام والده وحالته بعد وفاة والده إذن نريد أن نقارن كيف كان حاله قبل وفاة والده وبعد وفاة والده المقطع الأخير هنا ما الذي يتحدث عنه الشاعر في هذا المقطع بين أثر هذا في نفسه بما وصف الشاعر أعمامه هذا أرض سريع لما سنتناوله خلال الأسبوع الرابع أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة ترجمة نانسي قنقر